عندما خطر خلدون بحياته فارا من الحرب في سوريا لم يخطر بباله قد أن القارب الذي حمله في رحلة خطيرة إلى أوروبا سينتهي به المطاف بين يديه يحوله إلى حقائب يدا وظهرا داخل ورشة صغيرة في العاصمة الألمانية برلين مع كل قطعة مطاطا من قوارب خلفها اللاجئون وراءهم على شواطئ جزر اليونانية يتذكر خلدون الرحلة الصعبة التي خاضها هو وألف آخرون الشناتي الجلد طبعا من ساوي لحنا الشناتي طبعا جودة عالية كفاليتات منتاز يعني بس الجلد طبعا حيانا بيكون عليه آثار من آثار السفر أو آثار البلم هذا اللي يجينا فيه قررت كل من زيرا ونورا إنشاء هذه المنظمة أثناء عملهما التطوعي لمساعدة اللاجئين الذين حملتهم القوارب إلى جزيرة خيص اليونانية عام 2015 ميميكري منظمة غير ربحية ونسعى مع اللاجئين إلى إعادة تدوير القوارب المطاطية إلى حقائب لها معنى كبير وتحكي القصص الشخصية لطالبي اللجوء في البداية كنا نتخلص من كل الملابس والقوارب والنفيات على الشواطئ ثم أدركنا أن بوسعنا صنع شيء منها تباع هذه الحقائب بشكل رئيسي على الإنترنت وتحلم نورا وفيرا أن تصبح متاحة في المتاجر حتى يتمكن الجميع من مشاركة قصص ومعاناة الحالمين بحياة أفضل من العاصمة الألمانية بردين ماريش حادة العربية